بلغت الإيرادة الجمهورية والتي حققتها مصلحة الجمارك العامة خلال العام الماضي 23 مليار ريال ومتأثرة بعدة عوامل أبرزها النصرات الاقتصادي وحجم المشاريع وروس أموالها ومدى حركة المواني إضافة إلى حجم الواردات وذكر المتحدة الرسمية باسم مصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى في تصريح له أن الجمارك تعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات المحلية في الدول العربية